بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الأحد بسم الله الفرض الصمد بسم الله الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير والبركات والآلاء والنعم ما لا يعد ولا يحصى وهو على كل شيء قدير قال موسى عليه السلام يا رب العالمين ماذا تقول العبد المصلي قال أقول له لبيك قال يا رب فماذا تقول العبد المزكي قال أقول له لبيك قال يا رب فماذا تقول العبد الصائم قال أقول له لبيك قال موسى عليه السلام يا رب العالمين فماذا تقول للعبد العاصي قال أقول له لبيك 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 يا عبدي يا عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا بعد ذلك قبلناك فإذا اصطلح العبد مع الله إذا اصطلح العبد مع ربه سطع نور بين السماء والأرض ونادى مناد من قبل الله عز وجل أياتها الخلائق هنئوا فلانا ابن فلان فقد اصطلح مع الله رب العالمين وصلاة وسلاما يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن معد ابن نزار ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة وسلام أردت أن أعطركم جميعا أيها الأحبة المشاهدون بنسب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أبارك بيوتكم وأعطر بيوتكم بنسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا أجمعين القائل في الحديث الصحيح جاءني جبريل وميكائيل عليهم السلام في المنام فقال جبريل يا ميكائيل زن محمدا بعشرة من البشر فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم فقال جبريل يا ميكائيل زن محمدا بمئة من البشر فوزنني بمئة من البشر فرجحت بهم فقال جبريل يا ميكايل زن محمداً بألف من البشر فوزنني بألف من البشر فرجحت بهم فقال جبريل يا ميكايل والله 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 لو وزنت الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لو وزنت الحبيب محمد بأهل السماوات وأهل الأرض لرجحت كفة الحبيب محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حق جوز برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حتتضع على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل حلقة النهاردة بنواصل فيها حديث أمس بعنوان حلال العؤد مشاكل كتير جدا في البيوت أسئلة كتير جدا بالجنة عبر بريد البرنامج بنحاول نحن نجاوب عليها وهدفنا أسرة سعيدة لأن يا جماعة ناس كتير للأسف الشديد فهم الزواج غلط الزوج لازم يشخط وينطر ويتعصب والزوجة جوزت بستورت على جوزها بقى ملكية خاصة ما ينفعش لو رأى عند أمه مسكال الساعة لو خرج مسكال الساعة لو رجع عملاله مشاكل ومتاعب ومنغصات الجواز يا جماعة مش كده الجواز مودة تاني بنقول الجواز رحمة اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة السكن الراجل يرجع تعبان طالع عينه بيشتغل زحام المواصلات بيرجع تعبان مرهق الزوجة بقى واجبها تقابله بابتسامة حانية فتخفف عنه عناء ومتاعب الدنيا مش أول ما يدخل البيت ألحق أمك عملت ألحق الولد ابنك عمل ألحق بنتك عملت واستني شوية ستة كل لما جوزك يدخل البيت كده ويقعد ويصلي ويستريح وبعدين وياكل ويبسط وبعدين بيحكيله عن المشاكل والمتاعب اللي أنت بتوجيها أنا مقدر أنت تعبانة النهار صحيح أنت في المطبخ وشغالة وعلى آخرك أو رجع من شغلك بدري وبتحولي عشان تنجزي أعمال بيتك وتشوفي بيتك محتاج إيه لكن اطلبي الأجل والثواب من الله سبحانه وتعالى عشان كده بنصحكم جميعا بنصح كل اللي شايفيننا كل السادة المتزوجين الزوج أو الزوجة ربنا بقول لنا الطريق للسعادة إيه هو وابتغي فيما أتاك الله الدارة الأخيرة يعني إيه الآية دي يعني كل اللي بتعمله اقصد به وجه الله سبحانه وتعالى الزوجة بتعمل جوزة كوباية شاي وابتغي فيما أتاك الله الدارة الأخيرة عندي رسائل كتير جدا وعندي أسئلة كتير لكن خذونا نبدأ أول اتصال تليفوني أم أحمد سلام عليكم يا أم أحمد أهلا وساعدني زي حضرتك الله يخليك الحمد لله فضل يا أم أحمد والله يعني أنا عندي إبني سبعة واشفين سنة أحمد اللي كلمت إن برح هو كفيف نعم ربنا يا كريم إن شاء الله وارزقه زكاء البصير يا فندم نعم الله يخريمك يا رب والله يا دكتور أنا والدهم كان مدرس ومتوصفي من اثناشر سنة وأنا اللي مربيه فأنا عايز أحمد أحمد واخد كلية علوم كرآة كلية إيه علوم كرآة علوم كرآة علوم كرآة طيب وعايز إيه عايز عروس ولا عايز يشتغل ولا عايز إيه أيو دكتور عايز عروس عايز عروس طيب يا فندم أكيد طبعا صوتك واصل لكل الدنيا ورسالتك واصل كل الدنيا إن شاء الله سيب تليفونك بس مع أستاذ شيماء وأستاذ اسماعين إن شاء الله يعني أي حد حتصل بينا حنوصلكوا بعض إن شاء الله وربنا يكرموا وارزقوا بزوجة صالحة إن شاء الله تقر به عينه خلال الفترة القديمة إن شاء الله عندك سؤال تاني طيب أشكر حياتك شكرا جزيلا عندي لسالك كتير جدا كنت بارح قالت الرسالة دي لكن للأسف ما كانش في وقت عشان أجاوب عليها يعني أنا طبعا مخطوبة الإنسان محترم جدا ومتدين بس مشكلته إن ما بيتكلمش معايا غير في أمور شغله وطوله النهار والليل بيحكي عن أمه وفضلها عليه طيب رجل وفر أم كويس والله وعن إخواته البنات طبعا بيقول لي تعلمي منهم وتعالي عندنا البيت خلي ماما تعلمك الطبخ وطبعا وفرض علي أن أكلم مامته كل يوم وإخواته كل يوم وما بيحبش كمان خطيب ده يخرج خالص بره البيت عايزنا على طول نقعد بره جوه البيت أنا بصراحة يا مولانا يتخنقت وحس إن أهله مسيطرين عليه وبفكر فعلا أسيبه أعمل إيه وتصرف إزاي حاخد تليفون من أمه الله وبعدين أجاوب على السؤال ده يا أمه الله سلام عليكم أهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا إزاي الحمد لله يا فندم أهلا وسهلا بيك إزاي حالتك يا شيخ أهلا وسهلا فضالي بقول لحالتك أنا متجوزة بقى لي سبع بقول لحالتك أنا متجوزة بقى لي سبع سنين وجوزي مبهدلني آخر بهدلة ليه الجواز مودة ورحمة لسه أيلب من شوية مباتلك ليه في حق وفي واجب أنت بزعلها في حاجة لا والله العظيم تلاتة لوحد والله الوحد ده إنسان في لسه كتير طيب يعني أنت بخلفت منه الحمد لله آه معي بنتين يعني إجلاب ما جيك خطبك مش عايب لك أنت بنت ناس وليكو حقوق وعليكو واجبات طيب إن مش كلا بقى دلوقتي بقى بيشتم ويقول كلام كتير ليه بيشتم ليه بيشتم ليه بيشتمك ليه بيستمنك كده لو بطلب مثلا حاجة ولا كده وما يرداش يجيبها فبقول له أنت مش هاد تجيبها ليه وانت مانداش قد المسئولية مش مفروض تصرف على بيتك مش مفروض تجيب الحاجة دي ممكن ده مش في حدود طاقته يا عمط الله يمكن ظروفه صعبة ما عندوش إمكانيات وانت بتكلفين ولا يطيق أنا لو عارفة أن الظروفه صعبة ما كنتش طلب يعني المشكلة بس بسبب طلبات البيت ولا في حاجة تانية طلبات البيت وعينه زيغة عينه زيغة ولا حاجة اه 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 عينه زيغة أنا عارف ام اه وبعدين ويقوم معاندنا معاندنا ويخرج بريعه للنهاردة قال لي حاجة النهاردة خارج من الصبح من الصهر عشر حد دلوقتي ما عرفش هو فين وانا جاخرج يقول لي لازم تعرفيني انت راحة فينه جاي منه ويقوم عليها بالضرب وهو يقول لي ما تتقليش عليها ما تتكليش دعوة أنا رايح فينه جاي منه أنا حر هو بيشتغل ولا فينه هو شغال بس النهاردة السبت عنده اجازة وشغال شغال شغالك طب يعني يوم السبت ما عادش في البيت معاكي ليه ما عادش هو خالق بعث احنا بقى هو ممكن انت مزع عليها سبت الكل يا امات الله لو انت بتحكف وشه كده وبتعمليه معاملة طيبة اكيد هيقعد في البيت يا شيخ في راجل بيشير علاماته وكلام كده ازاي بقى نية لها ده وبيه ولا ازاي تيكلمه عما يشير علها كلام كده وقع الدنيا في بعضها واجه وروح اشترك الان الدنيا مع مين الدنيا مع مين يعني مزع والدته ومزع لها منك ولا حاجة لا ام بيشير عليا كلام كده بيقول لي انت كم فيه فلوس هنا وانت خدتيها ام ام طيب سؤالك بقى اي استكل تعالي بقى ان انا زهقت ومش عارف اعمل ايه ومين ده كتير بقى مشاكل مين ده كتير طيب الحمدلله انت خلفت منه زي ما قلت لي او ربي عدوهم كم سنة اه خمسة واربعة طيب رب مني ابريك لك فيهم تبصله ام تشبعي حاضر اجاوبك حاضر ما انا ببصله ماشبع يا شيخ بس المشكلة في دوة طيبك كتير ومش عارف بوده فلوسه فين اه واجه اسأله وقل لي ملكيش داع طب اوة مش بيصرف على البيت مش بيصرف على البيت ولا بيصرفش بيصرف على البيت بالزاق بيجيب الحاجة بالزاق بيجيبها بالعافية واحنا دواتا بيجيبش الحاجة والجيب لأهلي هو امكن بيجيب لك هو في حدود من وجهة نظر ان هو بيدفع مبلغ كويس وانت شايف انه عايزة كل اللي بيجيبه تغذيه مش كده ولا ايه معايا والله يا شيخ انا مش عارفة ده انا تابع ده المشاكل دي بقى لي تابع سنين معاف المشاكل دي ومش عارفة ونزق لو تلاقي لي حل والله يا بربنا جعلك سبب خير طيب فاندي حاضر فاندي مشكورك شكرا جزيلا امات الله معايا امه عبدالله يا امه عبدالله سلام عليكم يا امه عبدالله طيب انقطع اتصال التليفوني حاول اتصلي بنا تاني يا امه عبدالله اديكم شايفين يا جماعة بتجوزها بقى لها سبع سنين اما خلفها بقولها بص الوديك تجبعي المشاكل الزوج ماسك على نفسه شوية بقولها ملكش دعوة زاعدنا كمان نهارده نوع يوم السبت واجازة يفروضوا ايو معاه في البيت لكن طبعا زي ما قلتلكوا بعض الستات مسكين طفاصات متفشر الجلم البيوت فالراجل خرج وزيه ومرجعش لغاية دلوقتي طبعا لازم يكون في حوار بين الزوجين لازم كل زوجها شايفانا بيخلي بيتها جنة تخلي جوزها كده هو خارج من البيت يبنى ادمان انه خارج وهو نفسه يرجع بسرعة عشان هي بتخليها له حياته جنة لازم يا جماعة ده مهم جدا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا لسه قيل من شواء يا جماعة الزواج مودة والزواج رحمة انا شايف يا اما طلار ان حضرتك لابد انك لازم تعدي مع جوزك وتحولي تضع النقاط فوق الحروب وتسمي الاشياء بمسميتها قلوله يا زوجي العزيز لازم تعملني معاملة طيبة يا زوجي العزيز انا شريكة حياتك انت مش عايش لوحدك لازم تستشيرني لازم تاخد رأيك لازم اعرف عنك كل حاجة هو ده اللي ارضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة يا زوجي العزيز انا مصريفي كذا وكذا 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 ومصريف ولادك كذا وكذا 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 لازم يا جماعة كل واحد فينا يؤد واجبه تجاه الاخر عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى والزوجة اللي بتصبر على سوء خلق زوجها يترى ثوابها ايه كل ست شايفانا دلوقتي ربنا لازقها بزوج سيء الخلق وصبرت على سوء خلقه يترى جزاءها ايه عند ربنا سبحانه وتعالى اهو سيدنا النبي بشر كل زوجة صبرة تعبانة شعيانة رضية بتحاول تمشي امورها هتعمل ايه ظروفة صعبة جدا بقول لنا عليه الصلاة والسلام من صبرت على سوء خلق زوجيها اعطاها الله سبحانه وتعالى من الاجر مثلما اعطى اسية امرأة فرعون او مثلما اعطى اسية بنت مزاح رضي الله عنه اذا ربنا قصر رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين فالزوجة لما تصبر على سوء خلق زوجها هتأخذ ثواب اسية بنت مزاح اللي ايه سيدة نساء العالمين طب برضو ما فيه ستات بيتطلعوا عين الرجالة يا طرى جزاء الزوج الصابر ايه الزوج اللي بيستحمل عصبية مراته الزوج اللي بيستحمل نرفزة مراته الستة على طول متنرفزة الستة على طول عصبية الراجل بيستحملها ثوابه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى والله هي ثوابه عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى ومن صبرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على سوء خلق زوجته اعطاه الله سبحانه وتعالى من الاجر مثل ما اعطى ايوب عليه السلام الله اكبر يعني الزوج اللي بيصبر امراته ربنا برضو بيدي له ايه بيدي له ثواب سيدنا ايوب عليه السلام فبهم جدا ان احنا طبعا نصبر ونرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدري بنصحك يا بنت بالصبر ولو عندك امل لاصلاح جوزك بنسبة 8% او ربع في المية او اقل اجري ورا هذا الامل عشان خاطر ولادك وربنا يهدهولك وصلي ودعي لجوزك كده يعني استعيني عليه بسهام الليل هتقولي يعني ايه مدان اسهام الليل للك يعني بالليل كده يعني وقت الصحر بعد الساعة اتنين بالليل كده او ثلاثة افريش توضي وفريش السجادة واسجود ربنا كده اقوله يا رب فك عني يا رب اهدي لي جوزي يا رب ابدلهولي والله والله يا بنتي ربنا حيبدلهوليك وحيدهوليك عندما يعلم منك صدق النية تبقى النية خالصة لله سبحانه وتعالى الا الاستاذة المخطوبة لانسان محترم مشكلته ما بتكلمش معها في ايه طبعا امور اه غير بامور الشغل لو عامل ايه في الشغل ولسه خاطب يا بنتي يعني الخاطب وخطبته هذا الخاطب والخاطب له حق على خطبته والخاطبة له حق على خطبها الخاطب ملوش اي حق على الاطلاق الخاطب ده يا جماعة يا كل اللي شايفيننا من فضل حضراتكم يا كل المشاهدين الخاطب ده كلام واضح جدا انسان اجنبي عن المخطوبة لا يخرج معها الا بمحرب ولا يجلس معها الا بمحرب احنا رتبنا على بس واحد يقرى الفتحة شوي شويات الولد من مجرد ما جه وقرى الفتحة ما عملش اي حاجة لا جاب شابكة ولا جاب اي حاجة خلاص قعدنا عندنا 24 ساعة وبقت مشكلة كبيرة جدا انا شايف لك انت لازم تعودي مع خطيبك ده وتفاهمي يعني ايه خطوبة وتفاهمي يعني ايه حياة وتفاهمي ان هو طبعا لازم يعني يقولي الكلام يرضى ربنا سبحانه وتعالى وما يلزم كيش وما يكبر كيش لازم تكلمه امه كل يوم ونوع من البر انك تكلمه امه وتسأله عليها وتعملها معها علاقات طيبة اه كمان يعني عايزي مش عايزي مش عايزي يخرج خارس على الاطلاق معاك وروح عايزي روح يقعد في البيت بس فقط على الاطلاق لكن ما سيبهوش واجرب معاه مرة تانية وعدي معاه وربنا يا كريمك ان شاء الله معاك صالة تليفوني استاذة نادية سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسيك الشيخ محمد اهلا وسلام ورحبا فضالفا الله خليك يا شيخ محمد والله انت نورت الدنيا كلها يا شيخ محمد الله يبارك فيك بسطورك انت اللي منورك اقولك يا شيخ محمد الوقتي الواحد معي خمس بنا نعم ربنا يا بارك لتف重 تقول لي من اشتري حاجة اقولك حاجة حاجة نادية هيودوك الجنة على طول ان شاء الله هيودوك الجنة حيودوك الجنة مش رباطين كويس يا شيخ محمد بالطمع الطمع يا شيخ محمد طمع ايه كل ما نشتري لهم بيت او نشتري ارض او بعد ان حالة في البيت قريب غريب عاوز ياخدها مين اللي عايز ياخدهم بص يا شيخ محمد قريب غريب عاوز ياخدها اه اه طمعا نمسيها مش عارفة ليه يا شيخ محمد روعد مش عارفة ليه من لف الحتة دي طيب يعني لو جالك حد متدين وعرف ربنا سبحانه وتعال لو مش طمع جوزي البنات جوزتيهم وده لسه يا حجة مجوزتش اللي ليلة بس ومعا محمد ادعيلي يا شيخ محمد عيان او والله ادعيلي جوزت مين جوزت ليلة مجوزتش اللي ليلة بس وابناء عيان او والباقي والارباعة التانيين لسه مجوزوش لا الارباعة التانيين ندف كلية ده لسه تانية صيدلة ورندف تلتة سنوي وآية ورحمة غيرين ربنا يا بريك لك فيهم والله دول حيان دو بقيت حضرتك كده انتي وباباهم ان شاء الله وروح بك وجنة عرضها السماوات والارض الواحد بس بيتامل على الطمع يا شيخ محمد اريد غريب الحاجة بتاعته معاوز ياخدها ليه مش عارف طيب فانت بحاضرة عندك سؤال تاني لا يا شيخ محمد شكرا اللي يخليه شكرا جزيلا ربنا بريك لك فيهم طبعا كل الناس اللي مخلفها بنات بس الناس بتزعل او اتخلي بنات نفسها تخلي فلاد ذكور يا جماعة ربنا قال في القرآن يهبوا لمن يشاءوا اناثا ويهبوا لمن يشاءوا الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعلوا من يشاءوا عقيمة يعني خدوا بالحضراتكم سيد النبي قال لنا حديث جميل قوي بطمم بي الحجة المشاهدة الكريمة بقول لنا من كانت له ثلاث بنات هي عندها اربعة بسم الله ما شاء الله فأدبهن خدوا بالكم الكلام سيد النبي الجميل من كانت له ثلاث بنات فأدبهن واحسن تأديبهن وزوجهن كنا له حجابا من النار حنكمن الحديث بس بعد هذا الاتصال التليفوني معنا مين يا شايماء ام نور يا ام نور سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا في حاجة واحدة ان الستات تتهيدي شوية الستات ايه تتهيدي شوية اما طالله دي اللي هي بتكلم اللي هي منع اليوبية دي يا شايماء انا مسامع كوي ساردت وليه اللي بتقولي بعد ازنى اه 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 ايو انا انا اه صوتك مش مش واضع عندي فاقولي لي بس واضحي لي تاني اه اه عاوز اقولي حضرتك ان الستات ما تتمعش في جوازها تستغل تدي اللي تديها تدي له فلوس ايه هو على قد بك المرادة بتزوجها يعني اه تعيش وتقد انا بقى لي عشر سنين متجوز وبستغل ما كنتش عارف معا كام ومش عاوز اعرف معا كام اللي بيدهولي على قد اللي انا ماشي بيه على قد ايه اللي بيدهولي امشي بيه انا موظفة على فكرة تمام من تسعة من عاشر سنين كان بيديني ستمائة جيني هو كان بياخد بالستة لافة والسبعة تلافة موظف وعلى قد اللي ونشيت واستحملت بسؤال حضرتك يا ستكول سؤالك ايه بقى ان الستات يعني عادي ماست حالك ماستكير انا عاوز ازيادة لا ماستحالك اصبري اتشوف حالك انت احسن من غيرك انت احسن من غيرك لو كل واحدة عملت كده هتلاقي بيتها مشي واصبري على حالك احنا ايام اصبرنا وايام عيشنا على كده بالوقت ما شاء الله لو اصبت بيقول لي انا معي اكم وخدي وشيلي وعملي ما كان في العاشر سنين ما كانش بيقول لي انا معي جنيه كان بيبخل علي لما صبرت عليه ربنا قرمنا ووسع علينا وداني من غير ما اقوله بالعكس كان بيديني في العيد عشرين جنيه دلوقتي بيديني في العيد موقف خمسمائة الف جنيه خمسمائة من ال خمسمائة جنيه الالف جنيه والله العظيم طيب طيب سؤال حضرتك يا ستكول سؤالك انت باس بتحكي يعني بتحكي انا مش عازك ايه انا عازة كل واحدة تصبر على حالك حاضر يا فاندي والله تصبر على حالك وصلت رسالة حضرتك بشكرك شكرا بشكرك شكرا جزيلا كل زوجة لازم تصبر على زوجها تتحملوا ودوكم شايفين حضرتكم يعني جزء بداية تلتمائة جنيه ودخلوا كبير جدا طبعا بتحاول تمشي امورها وطبعا الله يكون فعونها يعني المفروض يعني ربنا قال ينفق دو ساعة من ساعة يا اخي مادام ربنا اديك طلع انفق يعني انفق على امراتك على عيالك خلالك بمسعداء كده وفرحنين يدعو لك ما يتمنوش موتك لكن تقول ما انت ماسك على الدنيا كده ما انت حتسيبها مش هتاخد معاك حاجة يعني ولازم الواحد ينفق على اولاده عشان رب عشان افضل الواعي الصدقات ان الواحد ينفق على اولاده خليني احكي لحضراتكم طبعا سيدنا النبي صلى الله وسلم قالوا واحد وقالوا يا رسول الله يعني ما عنديش الى ثلاث بنات ينفعهم قالوا ثلاث بنات واحد قالوا ما عنديش الى اثنين قالوا اثنين وابنتان واحد قالوا ما عنديش الا بنت واحدة قالوا ابن واحد واحد قالوا ما عنديش لبنات ولا بنين ولا تجوزت ولا خلفت ما عنديش الى دجاجة ما عنديش الى فارخة تنفع فقال له انك لو لم تطعمها وتسقيها لسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة بس أزن حضراتكم أخرج لفاصل قصير وراجع نكمل مع حضراتكم برنامجكم حجوز فضلوا حضراتكم راجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم حجوز برحب يا جماعة بكل سلطكم مصفصاراتكم على وسائل اتصال اللي حدبان قدام حضراتكم على الشاشة بعد قليل وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن حلال العواد مشاكلكم والمشاكل اللي مليانة في البيوت المشاكل المتلتلة الكتيرة بعض البيوت للأسف الشديد بعض فيها الشيطان وأفرخ إذا نطغط الشيطان من بيوتنا لازم الناس تصلي دلوقتي شاك محمد اخويا جوز اختي رمى عليها يمينات كتير من 25 سنة قدامي جوز اختك رمى على مين على امراته على اختك اه يمين طلاق يمينات كتير يعني طلاق بالثلاثة طلاق بالثلاثة تم بقول لها عليها الطلاق ولا انت طالق بالثلاثة بقول لها انت طالق طالق بالثلاثة تمام هم دلوقتي حصل مشكلة عريبة وحصلت قدامنا وقدام خلانا وجوازنا وكده وبرضو على انت طالق طالق بالثلاثة وما بيرشش للشيوخ ما بيرشش على مرة مرة واحدة بس اللي راح لشيخ حلله اليومينين وكده هو على طول بيحلب الطلاق لا هو بيرمي بس اليمين ما بيحلبش بالطلاق طيب هو حلف حلف كم مرة كتير يا شيخ بقالو خمسة عشرين سنة كتير بقالو خمسة عشرين سنة طيب اختك كانت فين بقى وعايشها معاه ازاي وبيحلب بالايمنات ما يطلوش تعال ليه روح ناجد الفتوى نحل المشكلة دي ما هو ما بيروحش هوا ما بيروحش هوا ما بيروحش هوا ما بيروحش هيا ما خدتوش ليه غصب العنو لازم يروح عشان تلك حدود الله فلا تعتدوها عشان الحلال والحرام احنا بننصحها هي ما بتقبلش النصيحة هم اصحها ولا كلمها عادي لا انت اختك انت انصحيها وقول لها انت اختك سكنة فين يعني هي جبنا برضي فين حتة يعني فين المنطقة احنا في المحل في المحل طيب شوف يا استكول انصح انصح اختك تاخد جوزها وتروح منطقة الغربية الازهرية في طنطا هناك لجنة الفتوى موجودة في منطقة الغربية الازهرية هتقعد مع المشايخ وهتحكي لهم اللي حصل هي وجوزها وساعتها الشيخ المشايخ هلقول لها حل لدي المشكلة لكن ما ينفعش الزوجة جوزها عما ليحلف عليها بقى يبنات الطلاق ويعيشها معاها هتمش معاها ازاي لازم يا جماعة لازم في حلال وفي حرام ولازم نضي ربنا سبحانه وتعالى قولي لها وكلميها مرة واثنين وثلاثة دي اختك وما تقطعهاش هتقطعها ليه هي اختك عرفها الصح من الغلط قولها ده يضي ربنا وده ما يرضيش ربنا ده كبيرة يا شيخ محمد وعرفت صح من الغلط حتى لو كانت كبيرة برضو انت عرف فيها دي اختك انصحيها لك عليها فقط يا سيت كل حاجة واحدة حق واحد اسمه حق النصيحة دي اختك قولها اللي بتعمليه ده غلط واخضب ربنا قولها الشيخ بيقولك لازم تلوحي لجنة الفتوى وتعودي مع المشايخ وتشوفوا حل لهدي الايه المشكلة عشان كده بشكورك جدا وبنصح من فضلكم كل الرجال اللي شايفيننا يا ريت لما امرتك تعصبك انا عارف انها بتدايقك وتنرفزك وتعصبك والدنيا صعبة لكن لازم تستحملها وتحلفش بالطلاق سيدنا النبي صلى الله وسلم يا جماعة بيعلمنا وقلنا كلام جميل اوه في المسألة دي وان من كان حالفا فليحلب بالله او ليصمه اللي عايز يحلف يحلب ربنا سبحانه وتعالى لكن انا بشوف دلوقتي ناس اربعة وعشرين ساعة يبارة صح ان النوم يحلب بالطلاق ما هو حالف ولا طلاق صح النهاردة طول النهار عمال يحلب بالطلاق عمال يحلب بالطلاق وساعات تبقى يعني المشكلة سهلة وممكن نحلها بدينا نقعد نعقد فيها ونحلف ايمانات ونحلف ايمانات لغاية لما ما نعرفش نحلها بسناننا انا بشوف مصائب مثل تلة كان ممكن واحد لو مسك عصابه شوية لكن يقعد يحلف 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 وبعدين يقعد يعيط وهي تقعد تعيط وعايز ارجع لي جوزي اعمل ايه ما انتو خلاص يعني اعادت عصابته كتير لغاية لما حالف ايمانات كتير جدا وبقت مشكلة كبيرة ياريت يا جماعة يعني ما نحلفش بالطلاق لو مراتك عصابتك اكسب ده البيت ويمشي ومتوضى وصلي استغفر ربنا سبحانه وتعالى لكن ما نمشيش وراء يعني الشيطان لان اسعد لحظات الشيطان عارفين هي ايه لما البيت يتخرب لما الراجل يقول لمراته انت طالق لما الشيطان ايه سعيد اوي لانه بيفرح بيفرح فيه خراب البيوت فياريت ما نديش فرصة للشيطان الرجيم ونحاول كده نحل مشاكلنا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عندي اسئلة كتير جدا وردت الينا من السادة المشاهدين فيه سؤال بيقول لي هل واجب وفرض ان الزوجة تخدم اهل جزها بيقولولي حماتي بتقولي فرض عليك تخدميني وجوزي بيقولي فرض عليك تخدمي امي وابويا يا كده يا ملكش لازم عندي وتغوري وتروحي وتغوري اه وتروحي بيت اهلك يعني هل ده صح ولا غلط صحيح يا جماعة يعني كتير قوي بيسألوني انت الزوجة انت جايبها خدامة ولا لا الاجابة الزوجة مش خدامة الزوجة مش جاية خدامة الزوجة جاية زوجة الزوجة لها حقوق وعليها واجبات لكن الزوجة انت مش جايبها خدامة لوالدتك امك لا حق وزوجتك لا حق ووالدك له حق ولادك لهم حق وعريبك لهم حق لكن انت مش جايب الست دي يعني ده بنتي ناس لازم تحتربها وتعملها المعابلة الطيبة تضرب بنا سبحانه وتعالى لما واحدة تقول لي ان هماتي بكل شوية تقول لا احنا جايبينك خدامة انت ملكيش لازمة عندنا احنا ممكن يمشيك لا الزوجة مش خدامة الزوجة زوجة لا احترامها ولا تقديرها ومن فضل كل زوج يعامل امراته معاملة طيبة ويعامل امه معاملة طيبة يريد كل الرجالة اللي في كل البيوت وعايش مع امه وعايش مع امراته يدي الامراته حقها ويدي الامه حقها لا يطغى حق على اخر المصايب بتحصل لما الواحد بينحاز للطرف على حساب الاخر وحكلم في الموضوع ده ولكن بس اأذن حضراتكم اخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجاوس اتفضلوا موسيقى رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم حجاوس برحب يا جماعة بكل اسئلتكم والسفساراتكم على وسائل الاتصال اللي احتضي على شاشة قدام حضراتكم بعد الخليل اه ولسه النهاردة اه بينيكلم فيه وبينجاوب على كل اسئلتكم اه فيما يتعلق بشؤون الاسرة وشؤون الحياة اه اه عندي اه رسائل اه كتيرة جدا وعندي اتصالات اه كتيرة جدا لكن اه عندي رسالة بتقول طبعا مرات اخويا اه بتخونه اه بتكلم واحد على التليفون من ورا جوزها وشفت الرسائل بنفسي اللي بينها وبين وبينهم بنفسي واخويا طبعا بيحباه جدا وما بيسدقش اي حاجة عليها زي ما تكون تسحراله انا خايفة اقول له ومش قادرة اسكت اعمل ايه اسكت ولا مسكتش لا انت ما تسكتيش يعني الساكت عن الحق شيطان اخرس لكن تصرفي ازاي وتعملي ايه الاول تأكدي تأكدا جازما ان امرات اخوكي بتخونه على التليفون وبتكلم واحد تاني شفت بنفسك وتأكدت تأكدا جازما مش مجرد شائعات او ظنون وما الى ذلك يبقى في هذه الحالة واجب حضرتك النصيحة النصيحة المين بقى مش تروح تقولي لاخوكي ولا تقولي لولدتك ولا تقولي للجيران ولا تفضحي امرات اخوكي لا من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا وفي الاخران لكن تعملي ايه تعالي على امرات اخوكي ده وبطريق غير مباشر كده قعد يكلميها وحظريها من غضب ربنا واعتقد انها مش بتصلي لانها لو كايش مش بتصلي لو بتصلي مش تعمل اللي بتعمله ده مش تعمل ده الغلط ده وعايز اقولكو حاجة مجرد تفكير الزوجة في غير زوجها خيانة مجرد تفكير الزوجة في غير زوجها خيانة فمهم جدا انه طبعا انت تقولي لها وتحاولي من بعيد كده تغدي ايديها لطريق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا يهديها ان شاء الله وتستري عليها وحكلم في ده ولكن معايا اتصال تليفوني والستاذة باسمة سلام عليكم اه عليكم سلام ازاي حضرتك اهلا وسلام تتضلي الحمد لله انا والنعمي بنحب بعض ومخطوبين مخطوبين تمام الحمد لله اي اتنين بيحبوا بعض على طول نبعث نجيب المأزون ونعمل فرح وكل حاجة اسمعوني بس ممكن بس اسعزينك باسمة يا بنتي ربنا يا كريمك تواط صوت تليفزيون شوية وتسمعوني من سماعة التليفون مش فضالي يا بنتي انا مخطوبين اربعة عشرين سمرش اللي خير مخطووين ايه ؟ بعالكم قديه اربعة عشرين سمرش يعني بدنا طرق حالك طب مبروك يا بنتي ربنا يبريكلكه يا رب وفجأة اعرف بيكلم بنت تانية بيكلم بنت تانية اه ليه ايه اللي موجود في البنت التانية اللي بيكلمها مش موجود عندك بس هي مرأة يعني قدو وكده فبعدين صحابهم قدو طبعا انت فارية في فارية بينك وبين خطيبك قد ايه سنة سنة طيب ماشي لما سألتي بقى سألتي ليه بتعمل كده قالك ايه اه هو ما انا ما كلمته لسه اعرفه اليوم الامبارح بالضبط واحد صاحبه وخد رقمه رقمي من على تليفونه وقال واحد صاحبك اللي طب اتأكد الاول ممكن يكون الراجل ده عايز واقع بينكم مانا اتأكدته وطلع امكان صاحبه هو ده عايز واقع بينكم طب ليه صاحبه مابنصحهش هو ليه جي قالك انت الاول اتأكدت منه وطلع فعلا هو كده بيتكلم البنت دي بيتكلم البنت دي انا انا بطل وثهم وكل الحياة ويعني حبي ليه مش قادرة يعني لا بعد عنه ولا سيبه ولا كمان اسامحه على اللي هو بيعمله طيب سؤال حضرتك ايه بقى سؤالك ايه يا باسمه طيب اكيد طبعا يا باسمه على صرف تصرف ازاي وتعمل ايه خوص انها بتحبه يا جماعة يا كده اللي شايفيننا من فضلك وعايز اولوك حاجه ما جدا ايه اتنين بحبه بعض نبعت نجيب المازون على طول بدل ما يعملوا علاقة حرام يعملوا علاقة حلالة هو ده يا جماعة اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى اه سيدنا عبدالله ادنا مسعود بيقول لنا لم يرى رسول الله صلى الله وسلم من المتحبين افضل من الزواج انت بتحبيه ووقيه خطبك خلاص اه لكن دلوقتي بيتكلم واحدة ثانية وصاحبه هو اللي قالك فتن وقالك انو كان فوت صاحبه ده واجبه يكلمه هو الاول ولكن مش يجيه يقولك ادي حاجة الحاجة الثانية انت تعملي ايه انت لازم خطيبك يعني دايما عايز اقول لكم حاجة هم جدا اقصر طريق بين النقطتين هي الخط المستقيم يعني عودي مع خطيبك كده تعالي وعودي معه قولوا بلاغني او سماعت او كده انك انت بتكلم واحدة ثانية انا بازعل من المسائل دي وده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى ولازم تتقل الله سبحانه وتعالى وتخلي اكيد خطيبك يصلي صدقين يا بنت والله لو كان بيصلي مش عيض بربنا سبحانه وتعالى لان ربنا قدنا في القرآن العظيم ان الصلاة تنهى عن الايه؟ عن الفحشائي والمنكر فانا اصحك ان اكتخذ الامور كده بهدوء جدا ما تزعليش ما تتضايقيش وانت هادل ما بتحبيه اكيد هتحفظ عليه ان شاء الله اعودي معاه ونقشيه في هذه المسألة بهدوء شهير جدا ما توسعيش الدنيا بلاشت قولي البابا بلاشت قولي الماما بلاشت في ضحيف العيلة اعودي معاه كده وكنت لسه بتكلم مع حضراتكم عن اهمية نحن نحل ما شكنا بالراحة وهميت كمان الستر يعني لسه السؤال بتاع المشاهدة الكريمة تقولك مرات اخوها بتعرف رجالة وبتكلم رجالة في اله في اله على الوسائل السوشيال ميديا وبالتليفونات وتقول لاخوها ولا ما تقولش لاخوها لا طبعا انت يعود مع مرات اخوكي وفهميها بالراحة كده بطريق غير مباشر وربنا حيدي هالك واتخدي صواب بقى السطر يا جماعة يا كود اللي شايفيننا من سطر مسلما ستراه الله في الدنيا وفي الاخرة وخلينا احكيلكم بسرعة جدا ماعز ابن مالك لما طبعا كان آآ والده حس ان هو حيموت كده شعر بالنوح قرب يعني عمره كاد ان ينتهي يعني فراح لي جاره وكان اسمه ابو هزيل الاسلامي وقال له يا ابو هزيل انا حسنا انا حموت وسيطك ابني وفعلا مات الراجل بعد شويه وخده الراجل ربا وروزه بعد يُجاوزه جاله وقال له انا عملت زينة عملت زنيت كذا وكذا وكذا فاخدوا من ايده وراحبه سيدنا لسيدنا النبي ٢٠٢٨ سيدنا النبي عمى عليه صلى الله عليه وسلم قاعد يسأله ١لعلك فعلت أشيان غير الزينة ٢لعلك قالوا اني اعملت ضبط ربنا سبحانه وتعالا وطبق عليه حد الله سبحانه وتعالى وبكاه النبي عليه الصلاة,... والشاهد بقى في كل ده جاب أبو هجائل الأسلامي اللي جابه له وقال له يا أبا هزيل خدوا بالكم كلام جميل أول من سيدنا النبي قال له يا أبا هزيل بئس ما صنعت بيتيمك الله لو سطرت عليه بطرف ردائك لكان خيرا لك ولكان خيرا له معنا مين يا شيما إيمان منال أستاذ منال السلام عليكم السلام عليكم إزايا حضرتك أهلا وسهلا الحمد لله فضال يا فني أنا كنت بس أسألتك في حاجة يا شيخ بس ربنا يا خاتم آآ ياريت بس علصتك شو عشان أسمعك فضالي طيب هو أنا دايما لما بعد خلاف أنا وجوزي يعني هو معلش يعني في اللفظة اللي أنا أقوله بس دايما يقول لي إيه لو مش عاجبك غوري بيت أبوكي أهو يعني جوزك قال لي يا شايماء قول لي يا شايماء تسمعها كويس أيوة كل ما تخانقه يقول لك روحي غوري بيت أبوكي تمام آآ بيت أبوكي أهو عايزي أرى بدا حكمه إيه دا حكمه طمال حاضر يا فندم أشكرك شكرا جزيلا آآ طبعا الخلافات الزوجية وردة والبيت النبو نفسه كان في خلافات وفي مشاكل لكن المهم إزاي الراجل يدين المشكلة إزاي الراجل يحل المشكلة ما ينفعش إن كل زوج اختنا مع امراته اللي تفضالي امشي البيت أهو دا كده عبعيشها في رعب وفي خوف وفي هلع التراحم آآ تقوم على حسن العشرة بين الزوجين إن الزوج يستحمل مراته إن الزوجة تستحمل جزهة لكن كل ما يخاله لا تفضالي اطلعي بره أو دمش بيتك عطروها تعودي لا ما ينفعش يا جماعة احنا ما ينفعش دا أسلوب يغضب ربنا سبحانه وتعالى يعني لازم الحياة الزوجية كده يبقى فيها رحمة يبقى الرجل يرحم الزوجة بتاعته لأن الزوجة دي ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليها معان إلى يوم القيامة وسيدنا النبي قال لنا وعلمنا في أول مثاق لحقوق الإنسان في التاريخ في حجة الوداع في يوم عرفة خير يوم انطلعت فيه الشمس ومن فوق نقته القصواء ومن فوق جبل الرحمة قال لنا سيدنا النبي إيه كلام جميل أو يريد الرجال ياخدوا لهم منه وعملوا بيه قال لنا إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا واصطوصوا بالنساء خيرا لي رسول الله فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم قد أخذتموهن بعهد الله واستحللتموهن بكلمة الله فأوسعوا عليهن الكسوة والنفقة يوسع الله عز وجل عليكم في الأرزاق وسع على امراتك وسع على أولادك ربنا حيوسع عليك أنت بتنزعهمش الله هو الرزاق ذو القوة المتين لما تقعد تمسك على الدنيا كده ما ينفعش مهم جدا أنك كمان تعامل مراتك المعاملة الطيبة اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى يعني عندي الأسف الشديد عندي يعني مشاكل ومتاعب ومرغصات كتيرة قوي الناس باعتنا رسالة اللي بعتزلكم لأن الأسف الشديد يعني وقتنا آآ انتهى يمكن آخر حاجة بس أقولها بسرعة جوزي طلقني وحرمني من ولادي وطبعا مش راضي آآ يخليني أشوفهم على الإطلاق وأنا ما معاييش فلوس يا مولانا أرفع قضية حضانة أو رؤية مش قادرة أعيش من غيرهم أعمل إيه طبعا حرام على كل أب نحرم آآ ولاده طبعا من أمهم ما حدش بيحن واده من أمهم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما قاله سيدنا عمر كان طلق وحده إحدى زوجاته وكان تخلف منها ولد فحبي يأخذ من الولد فرح تشتكاتل سيدنا أبو بكر فسيدنا أبو بكر حكم بأن الطفل يكون في حضانة أمه وقال له إن ريقها وريحها وحنانها وموادتها أحبي إلى ولدك من مالك كله ومن الدنيا كلها هذا هو الإسلام هذا هو الإيمان الزواج موضة ورحمة للأسف إحنا حولنا إلى معارك وخناءات ومشاكل ومحاكم وبلاءهم تلتلة لازم جماعة نعيد النظر في أشياء كثيرة جدا في حياتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب وارضب اللهم أحسن خاتمتنا ويسل لنا كل أمن عسير اللهم إن مصر وشعبها في حماك فحم حماك يا رب العالمين اللهم إننا جميعا تحت لواءك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا رب العالمين نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا رب العالمين شكر الله لكم أيها الحبائين ما كنتم جزاكم الله خيرا إلى اللقاء في الحلقة القادمة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة